في 2004 دخلت مصر تاريخ التايكوندو أخيراً بتحقيق أول ميدالية أولمبية عن طريق تامر صلاح اللي حقق البرونزية وبعيداً عن الميداليات فكان لمصر بصمة تانية اتسببت في تعديل قانون اللعبة بالكامل مصر كانت بتشارك بأربع أبطال في التايكوندو في نسخة 2004 وخسرت تامر صلاح في نص النهائي من بطل تايوان عشان يدخل مرحلة الترضية للمنفسة على الميدالية البرونزية مباراة نصف النهائي شهدت جدل تحكيمي بعد ما احتسب حكم اللقاء نقاط للمس قدم بطل تايوان لرأس تامر صلاح وده تسبب في خسارة البطل المصري في النهاية وقتها ما كانش فيه تقنية فيديو عشان تأكد أو تلغي قرار الحكم وكان قراره هو النهائي حالة من الإحباط دخلت فيها البعثة المصرية لأن تامر صلاح هيحتاج يعمل مجهود أكتر من صاحب الميدالية الذهبية ويلعب ماتشين زيادة عشان يحاول يفوز بالبرونزية طبعا بالإضافة للشعور بظلم تحكيمي الحقيقة أن فريق التايكوندو المصري كان عنده حق وما كانش مجرد شعور بالظلم بسبب الخسارة بين الجوالات كانت شاشة الملعب بتوعيد أبرز اللقطات وظهرت اللقطة الجدلية من مباراة تامر صلاح وتعادت من أكتر من زاوية وظهر إن قدم لعب تايوان ملمستش فعلا رأس لعبنا المصري ولكن الكتف وقتها تفاعل الجمهوري اليوناني في الصالة وظهرت منهم صافرات استهجان تفاعل معاها الفريق المصري لكن الحكم ما كانش يقدر يغير قراره لأن ده مش في القانون لأن ما فيش تقنية فيديو في الوقت ده خاصة إن الجولة انتهت هنا قرر عمر خيري المدير الفني لمصر تقديم شكوى رسمية والحصول على توقيع أغلب البعثات بسبب اعتراضهم على آلية احتساب الحكم لقراراته خاصة مع وجود زوايا ما يقدرش أصلا يحدد منها وفعلا حصلت نقطة تحول في رياضة التايكوندو بسبب احتجاج البعثة المصرية وتم تعديل قانون اللعبة بوجود تقنية إعادة الفيديو في النقاط الجدلية ترجمة نانسي قنقر